السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوتيوب وتفعلوا الجرس ودوسوا الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديدة طبعا شايفين شكل الاكل عامل ازاي وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده التقديم بيبقى عليه عامل اساسي في الوجبة بتاعتنا يلا بينا نسمي اللي ونسلي على الرسول ونشوف المقادير ونخش على التحذير انا معايا فصوليا هنا دي كتنص كيلو من الفصوليا الخضرة مقطعاها بالتقطيع دي وانتي قطعيا التقطيع اللي انتي عايزاها معايا عصير طماطم بصلتين مبسورين وطوم مفروم ومعايا هنا مرأة دجاج وملح وفلفل اسود ومعايا هنا اللحمة طبعا اللحمة زي ما انتي عايزة الكمية اللي انتي عايزاها ومعايا تلات بصلات علشان اللحمة اول حاجة بقى بجيب حل على النار وبحط كده فيها المادة الدهنية زي ما تحبي بنزل بقى كده باللحمة بتاعتي انا مش بخسل اللحمة لاني بتبقى ما بتخسلهاش لو انتي واسقة من المكان اللي انتي بتجيبي منه اللحمة نزلت بقى باللحمة كده وما تقلبهاش لما تحس ان هي خدت لون من تحت علشان ما تلزقش منك في الحل تمام لان دي الحل ستالس لو عندك اللي هي ما بتلزقش خلاص اول ما تاخد لون بسيط كده تقلبيها وتبدالي تقلبي فيها لحد لما تاخد اللون الدهبي من جميع النوح انتي كده عملت صدمة لللحمة فحتيت اكلها بعد كده تلاقيه جوسي من جوه فطعمها في منتال جمال لانها ما نزلتش العصارة بتاعتها عشان احنا افلنا المسام بتاع اللحمة كله بعد ما بتاخد معانا بقى اللون الدهبي لحضراتكم شايفينه ده اهو بيكون عندي مية مغلية زي ما حضراتكم شايفين بنزل بقى بالبصل وورق اللورة والحبهان تمام وهقفل عليها واهم حاجة ان انتي تشيل اي ريم على اللحمة من فوق لاني انا ما غسلتاش فلو في اي ريم بشيلها لحد لما بتبقى المية صافية وزي الفل بالسمنة او الزبدة او اي مادة دهنية انت بتفضليها معي كده بصلتين الطعام مكعبات زغيرة او حسب كمية الفصولية اللي عندك يعني البصل ده ما تتأيديش بالكمية لان انا كان عندي نصف كيلو من الفصولية الخضرة والفصولية الايام دي جميلة جدا ولونها رائع انا كده قلبت خلاص البصل بتاعي في المادة الدهنية مش عايز اقول سمنة او زبدة علشان حسب ما انت بتستعملي المادة الدهنية بتاعتك هنا بقى بصوا ادي اللحمة ايه ما شاء الله بعد ما قلبت كم غلوة كده اهي بوريها لحضراتكم ايه انا ما حطتش ملح خالص ما بحطش ملح في اللحمة غير لما بتخش على تلات تربع سوى ابتدي امال لحمة تمام لان الملح بياخر من سوى اللحمة خلي بالكم هنا بقى حقلب البصلة بتاعتي اول ما تتبل معايا كده ما تدهاش لون انا مش بديها لون طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا عندي توم مفروم وعندي قصير طماطم هنشوف دلوقتي هننزل بايه على البصل كده ريحت البصل بقى طلعت وحسيت ان هي دبلت كده وابتدت تلمع هنزل بقى بمعلقة كبيرة من التوم المفروم وهتسيب كده معلقة زغيرة ما تحطيش التوم كله شيلي معلقة زغيرة كده وهحط شوية كزبارة ناشفة او جفة وابتدي يقلبهم مع بعض مش قادر اقول لكم بقى بعد التوم ما بينزل هو الكزبارة على البصلة او لو كنت بقى حتى سمنة بلدي او حتى اي مادة دهنية بتطلع الريحة رائعة كده خلاص انا قلبت التوم مع البصل مع الكزبارة الناشفة او الجفة كده هنا بقى ليك اختيارين يا تنزلي بعصير الطماطم يا هتنزلي بالفاصولة الخضرة طريقتي انا ايه بقى بنزل بالفاصولة الخضرة ليه بحس ان هي بتحتفظ بالخضر بتاعها لحد لما بتيجي تغري فيها وفي نفس الوقت بتتغلب بالمادة الدهنية فبتبقى طعمها حلو وتتلاقي طبق الفاصولة وانت بتقدميه بيلمع كده وبيفتح النفس فعلا وفي نفس الوقت كمان ما بتبقاش للسلسة متخدعة او يعني متسبكة فبتبقى خفيفة جدا وطعم طبق الفاصولة لما بتيجي تكليه والله بيبقى مسكر وزي العسل جربي الطريقة دي بتبقى حلوة قوي وكمان هقولك على حاجة لو انت عايزة تفرز الفاصولة ممكن في الطريقة دي تنزلي بالفاصولة كده على البصل والتوم وتقليبيه يعني تعتبر ان انت بتشوح الفاصولة وتدفي عليها واستبيها لما تبرد وكي يسيها بقى وشيليها في الفريزر وفي اي وقت تطلعيها هتلاقيها بنفس اللون اللي حضراتكم شايفينه ده انا مش بفرز الفاصولة خضرة كده لوحدها كده بعملها في المرحلة دي وقابل مسئة الطماطم بسيبها بقى لما تبرد وحطها في الفريزر في اكياس هنا نزلت بقى بعصير الطماطم اهو ومعايا ملح وفلفل اسود ومرأة الدجاج لو حبة احنا مرأة الدجاج بنحطها على الاكل كل فترة طويلة يعني مش هتبقى مضرة لنا زي ما احنا بنستعملها على طول مش حبة مرأة الدجاج دي اختياري ما تحطهاش هنا بقى بصوا معلقة التوم انا بحبها قوي انزل بيها على اي صلصة لوحدها كده من غير ما تتحمر في المادة الدهنية المعلقة دي بقى قلبت ريحت الفاصلية الخضرة خدتها في مكان تاني خالص نزلت بقى كده بشوية ملح تاني ودلوقتي حطيت معلقة صغيرة من السكر وحطيت معلقة من الصلصة اهي ما تقترش الصلصة لان الطماطم الايام دي حلوة وحمراء وايه مش مستهلة صلصة كتير يعني بس احنا بنحط الصلصة بس تمسي القوام الاكلة بتاعت اهو انا حاسيت ان ايه محتاجة شوية ملح فحطت لها شوية ملح هقلب بقى كده وهسيبها لما اهي هسيبها بقى كده لما تخش في ثلاث تربع سوا هديها شوية شربة وكده هتبقى خلصت معانا الفاصل تمام هنعمل بقى الرز حطيت كده المادة الدهنية وهقلب بقى الرز كويس قوي اهو انا هعمله المرة دي رز ابيض وشوفوا بقى ايه الخطوة اللي انا هقولكو عليها بتخلي الرز الابيض طعمه في منتهى الجميل قلبت كده الرز لحد لما حسيت انه هو اندمج بالمادة الدهنية كلها او تغلب بالمادة الدهنية بتحس انه انت بتقلبي بيخشول كده صوته وانه هو خلاص كده يتغلف تمام طبعا بيكون محضرة مية مغلية لازم بنزل بيها على الرز وطبعا تبقى انت عارفة المقدار بتاع المية للرز انا طبعا مش بعاير المية لان خلاص احنا تعودنا على المقدار كده بمجرد الناظر انا حطيت بقى المية المية المغلية كده نزلت بقى بربع معلقة من الفلفل الاسود والملح الفلفل الاسود جربي بقى الرز الابيض بالفلفل الاسود وكمان حطيت معلقة من الخل خلى الرز ابيض زي الفل ودي وصفتنا هيه شفنا الفصولية عاملة ازاي ودي اللحمة بتاعتنا والبصل اللي كان في الشربة وحطينا شوية لمون اللي احنا خليناه مع بعض طعمه كان في منتهى الجمال والسلطة قدمتها بطريقة مختلفة عن كل مرة برضو الطريقة دي صحية جدا لما تاكل السلطة بطريقة دي بتبقى مفيدة عن ما بنقطحها زغير ومعنا الرز الابيض الجميل اللي حطنا له معلقة الخل وحطنا له الفلفل الاسود كان طعمه يتاكل لوحده من غير اي خضار والفصولية الخضرة زي ما شفتوها كده بصوا بقى لما غلفنا الفصولية بالمادة الدهنية الاول بصوا بقى اللمعة بتاعت الفصولية وجمالها ما شاء الله بكده يكون في فيديو بتاعنا خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته